موسيقى صمت يخيم على شوارع ليبيا في يوم الانتخابات الرئاسية المفترض والأمم المتحدة تشدد على الخيار الديمقراطي لإنهاء الانتقال السياسي قوات الجيش اليمني والمقاومة تكسر هجوما حثيا جنوبي مأرب ومقاتلات التحالف تستهدف مواقع وتعزيزات الميليشيات وسائل علام إسرائيلية تكشف أن حركة حماس تمتلك مشروعا سريا لصنع صواريخ دقيقة في لبنان تحية طيبة مشاهدينا وأهلا بكم من جديد إذا هذه النشر الإخبارية من الحدث الرابع والعشرون من ديسمبر يوم كان من المفترض أن يشكل نقطة تحول في الأزمة الليبية اليوم كان من المقرر أن يتوجه الليبيون إلى صناديق الاقتراع في التاريخ الذي يصادف يوم استقلال بلادهم قبل نحو سبعين سنة لكن الصناديق المقفلة بسبب تأجيل الاستحقاق الرئاسي جعلت الناخبين بلا أصوات ومرت ذكرى الاستقلال دون أن تسجل البلاد مرورها بمحطة تاريخية جديدة هي انتخاب رئيسي مرورها بمحطة تاريخية جديدة سرطة تاريخية جديدة صبراً، صبراً، صبراً صبراً اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومع فشل اجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها الذي كان مقررا اليوم دعت المستشارة الخاصة للامين العام للامم المتحدة ستيفاني وليامز اليبيين الى نبذ الخلافات وتحقيق الانتقال الديمقراطي في البلاد وكانت وليامز دعت في بيان الى اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الظروف الملائمة للمساهمة في حل الازمة السياسية وكان من المقرر اجراء الانتخابات اليوم الرابع والعشرين من ديسمبر غير ان مفوضية الانتخابات اقترحت تأجيل يوم الاقتراع الى الرابع والعشرين من يناير المقبل اشتركوا في القناة اذا ما كان منتظرا اليوم تحقيق هوهي واجراء الانتخابات ذهب ادراج الرياح واصاب الليبيين بحالة من اليأس والاحباط يأتي ذلك بعدما قررت المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات واقترحت على مجلس النواب اجراءها بعد شهر من الان الانتخابات الليبية حالت دون اجرائها عوامل عدة تتراوح بين عقبات قانونية واصرار شخصيات مثيرة للجدل على خوض السباق بحسب ما يقول خبراء يقف الى جانب هذا كله تضارب المصالح الشخصية والتدخلات الخارجية ووجود المرتزقة والقوات الاجنبية في ليبيا يضاف الى قائمة الاسباب المؤدية الى تأجيل الانتخابات عدم وجود شخصية توافقية من بين المرشحين ال96 يجمع عليها الليبيون حيث ان اغلبهم يتوقع ان تفشل المفوضية في فض هذه الاشتباكات ثانية في غياب توافق حقيقي بين الفرقاء على شكل الاستحقاق المرتقب وفيما ما تزال السلطات المحلية تتبادل الاتهامات بالتسبب في اضاعة الفرصة يقف المجتمع الدولي متفرجا وهو ما كشف مدى تلعثمه في التعامل مع مخاطر تأجيل الانتخابات وفشله ايضا في ضبط الامور او حتى تحركها سياسيا ويترقب الليبيون ماذا سينتج عن برلمانهم بعد تشكيله لجنة العشرة المكلفة وضع خريطة طريق جديدة للمرحلة المقبلة والمفترض ان تقدم تقريرها الى مكتب هيئة الرئاسة خلال اسبوع لعرضه على مجلس النواب خلال جلسته المقبلة وفي ظل تحركات البرلمان والاطراف الدولية الداعمة لمسار الانتخابات ربما لا يكون التأخير لفترة وجيزة كافيا لحل الخلافات التي عطلت التصويت اليوم وربما يتطلب حل هذه المشكلات مزيدا من الوقت وهي السبب فيها طبعا الناس سياسيين طبعا أموان أخوان مسلمين عرف الدولية وهما اللي طبعا ما بيش من انتخابات اللي يخربوا انتخابات لأنهما معاش عندهم شعبية داخل ليبيا وفي وطن العربي بزرعة عامة ونحن كشعب ليبي وشعب يعني يغلب الشعب الليبي بانتخابات وهم طبعا يبدو يخربوا انتخابات انتشوف ترابس هامس وولامس تخلولا بقوات مسلحة هوني وفهمت عليه يقول له ميليشيات واهتلوا من قرر الحكومة وهم يدعوني مما يبقوا الانتخابات يقولوني مما ما بيش انتخابات يبقى يخربوا انتخابات حاليا الوضع ضبابي بعض الشيء خاصة بعد الضغوطة التي مورست على المفوضية العليا للانتخابات يعني حول تأجيل الانتخابات الرئاسية بمعنى أصح وهي الأهم من الانتخابات البرلمانية طبعا كل الدول الخارجية أكدت على ضرورة وجود الانتخابات ولكن حاليا أقرت أيضا بأن التأجيل لا بد منه لكي يتنظم الوضع أو يتم تنظيمه أكثر خاصة حول القوانين القادمة للمفوضية وفرحنا وكان أملنا كبير أنه بكرة نقوم نحن بالانتخاب رئيس دولتنا بحمد الله والبرلمان ونمشي للأمام لكن بالطريقة هذه نحن نريد أن نرد للمربع الأول هو مربع التأخير والتهميج نشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد الفاصل إيران تلتف على العقوبات وتقايد نفطها بالشاي السريلانكي ترجمة نانسي قنقر يصعب على الأطفال أن يصفوا واقعهم أرجعهم أن يدركوا ماذا حدث ولماذا حدث وكيف حدث هل ستكون هناك ضربات أمريكية على هذا الفصل؟ قضية ستح مدح ورح نرجع للفرض والديكتاتوريات والأمور الأخرى مش هنقدر نتبقى تمر هذه الكلمة مرور الكرام إيران فيها مشاكل عدة وعنا نتحدث أن العراق يقع بين نارين نار الميليشيات ونار داعش نحن في بلد الغرائب والعجائب في لبنان أنا شعب بيدي شعر على كل شعب معصورة اليوم من أموال البومبان هو قمع لحرية الشعب السوداني والصورة مستمرة أهلا بكم من جديد مشاهدينا ونعود وإياكم إلى الشأن الليبي وتحديدا تداعيات تأجيل الانتخابات ينضم إلينا من القاهرة محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي سيد محمد مساء الخير أهلا وسهلا بكم معنا على شاشة الحدث إذن باتت ليبيا أمام أمر واقع وهو تأجيل الانتخابات كما صرحت المفوضية العليا للانتخابات هل مدة شهر كافية لإيجاد حلول للمشاكل التي أدت إلى تأجيل الانتخابات الليبيا مساء الخير تحية طيبة لحضرتك ولمشاهدي الحدث في تقديري أن مهلة شهر ليست كافية في ظل كل هذه التدعيات والتعقيدات الموجودة على الأرض وبالتالي لن يكون الأمر أقل من ثلاثة أشهر على أقل تقدير يعني ما لم تكن ستة أشهر لأن هناك الكثير من الإشكاليات التي لم تستطع الأطراف المختلفة أن تجد لها حل من بينها القاعدة الدستورية إشكاليات متعلقة بقانون الانتخاب وأيضا فتح لسجلات الناخبين والمرشحين من جديد باعتبار أن القانون ينص على أن كل من يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما من حقه أن يصوت كل من يبلغ خمسة وعشرين عام من حقه أن يترشح للبرلمان وكل من يبلغ خمسة وثلاثين عام من حقه أن يترشح للرئاسة يوم خمسة وعشرين ديسمبر غدا يعني حيكون في عداد كبيرة بلغوا هذه السن لا يمكن مصادرة حقهم في الترشح أو التصويت هذه إشكالية أخرى إذن هذا التاريخ غير دقيق في تقديري أولا يكون كافي هناك أيضا حاجة ماسة لإيجاد قاعدة مشتركة بين الأطراف المختلفة الآن وإحداث توافق فيما يتعلق بالعملية الانتخابية وآلياتها أيضا إشكالية استمرار حكومة الوحدة الوطنية بعد 24 ديسمبر وفقا لخارطة طريق جينيف والمساعي القوية الآن لتشكيل حكومة أزمة جديدة انتبار أن الوقت انقضى لهذه الحكومة بالإضافة أنها دخلت طرفا في العملية الانتخابية بترشح السيد عبد الحميد بيبة للانتخابات الرئاسية أصبح هناك الآن مفاوضات مكثفة لإيجاد سبيل لحل هذه الإشكالية وربما كانت إحدى النقاط الأساسية التي نقشت في الاجتماع الذي تم في بنغازي بين مجموعة من المرشحين المشهد بعد 24 ديسمبر لابد أن يكون هناك خارطة طريق واضحة معالم رئاسة البرلمان شكلت لجنة لمناقشة خارطة طريق جديدة البعثة الأممية وتحديدا سيدة ستيفني وليامز المبعوث الخاص أو المستشار الخاص الأمين العام أجرت سلسلة من اللقاءات مع شخصيات سياسية وعسكرية طيب شارق وغرب البلاد ربما في النهاية كل هذه الجهود تصب في اتجاه رسم خارطة طريق جديدة ويمكن تنفيذها خارطة واقعية هذه المرة ومواعيد نهائية للانتخابات البرلمانية والرئاسية مواعيد نهائية تقصد بعد مدة شهر كون ليس فقط حضرتك سيد محمد من يتحدث أن مدة شهر ليست كافية الكثير من المراقبين للمشهد الليبي يؤكدون أن مدة شهر ليست كافية لإيجاد حلول للمشاكل العالقة التي أدت إلى تأجيل الانتخابات على ماذا برأيك عولت المفوضية على تأجيل الانتخابات لمدة شهر يعني المفوضية وجدت نفسها في موقف لا تحسد عليه لم تستطع أن تخرج قائمة المرشحين النهائية إلى النور على الرغم من وجود أحكام قضائية بات نتيجة لضغوطات عديدة تعمل تحت ضغط للأمانة يعني وضغوط كبيرة وهذه من ضمن الإشكاليات التي يمعي أن تعالج ضرورة توفير المناخ الملائم للمفوضية كي تعمل بعيدا عن ضغوط بعض الأطراف التي تود عرقلة العملية الانتخابية وبالتالي هي أرادت أن تخرج بهذا الموعد لتدارك عدم القدرة على إنجاز الانتخابات في موعدها لأن الأمر يجب أن يتسم بالواقعية نعم فقط في أقل من دقيقة من الوقت ما السيناريوهات المتوقعة لهذه المدة بين إجراء الانتخابات خاصة فيما يتعلق من سيتولى الحكومة كون أن حكومة ليدبيبا انتهت مدة صلاحيتها هل سيمدد لها أم ما السيناريوهات المتوقعة؟ أنا أتوقع أن هناك إجماع من أطياف سياسية وأطراف فاعلة بإنتاج سلطة حكومية ورئاسية جديدة تكون المهمة الرئيسية على عاطقها تعبيد الطريق نحو العملية الانتخابية العمل على تدليل العقبات التي تحول دون إجراء هذه العملية من توحيد للمؤسسات مصالحة وطنية دعم للمفوضية وطنية العلية للانتخابات وابتعاد كامل عن العملية الانتخابية فقط تدير المرحلة إلى حين تسليم السلطة إلى رئيس منتخب وبرلمان منتخب هذا سيناريو أرجحه بقوة أيضا ستستمر الأجسام الحالية الممثقة عن انتفاق الصخيرات في ممارسة أعمالها إلى حين إجراء الانتخابات قد يكون هناك توافق على قاعدة دستورية يطرح هذا الأمر في المرحلة القادمة قد تلتأم أيضا لجنة الحوار بعد دمج عناصر أو ضخ دماء جديدة وهناك عناصر أخرى ربما لن يكون لها وجود في المنتدى أو ملتقى الحوار السياسي حتى تستطيع كل هذه الأجسام أن تصل في النهاية إلى قاعدة مشتركة تفضي إلى تسوية سياسية تنتج انتخابات برلمانية ورئاسية ننتظر تطورات المشهد الليبي وإلى أين ستقول إليه حتى اللحظة شكرا جزيلا لهذه المشاركة من القاهرة حدثنا محمد السلاك المتحدث السابق باسم رئيس المجلس الرئاسي الليبي في الشن اليمني قالت مصادر عسكرية أن قوات الجيش الوطني والمقاومة كسرت هجوما شنته ميليشيات الحوثي على مواقع الجيش في جبهات القتال جنوبي مأرب مشيرة إلى أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تشن غارات مكثفة متواصلة على مواقع ميليشيات الحوثي جنوبي المحافظة ما أوقع خسائر بشرية ومادية في صفوف الميليشيات مخازن آلية ميليشيات الحوثي تحترق الآن ضربات موجعة من قبل مدفعية الجيش الوطني الجبهة الجنوبية مأرب يا ربي لك الحمد قالت الخارجية الأمريكية أن تدفق أسلحة إيران ساعد في هجوم الحوثي الوحشي على مأرب وتعليقا على شحنة الأسلحة التي ضبطها الأسطول الخامس اعتبرت واشنطن أن تهريب إيران أسلحة للحوثيين يطيل أمد الحرب في اليمن في انتهاك صارخ للحضر الأممي مجددة لالتزام بالتصدي للتهديد الإيراني المتمثل بتهريب الأسلحة هذا وكان تحالف دعم الشرعية ومع انتهاء المهلة التي منحها للميليشيات الحوثية لإخراج الأسلحة من ملعب الثورة الرياضي استهدف عمليات نقل أسلحة في صنعاء بعد رصدها ومراقبتها ما أدى لتدميرها التحالف قال إن تنفيذ هذه العملية جاء استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية موضحا أن الحوثيين نقلوا أسلحة نوعية إلى معسكر التشريفات في صنعاء أثناء المهلة فيما تم تدمير تسعة مخازن الأسلحة بمعسكر التشريفات بعد نقل الأسلحة إليه التحالف قال إن العملية تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية سويسا تتحفق عند رائق كبير اتصالت جاءً لها plante تبكى سائل تبكى سائل evidentيك سماينته مح Nam سauso قليلا فإمäs تسعت Hebrews محط وجد بالدلاب محط الأسلحة إذن بعد فرص كثيرة منحها التحالف لميليشيا الحوثي لوقف الهجمات على المدنيين وإفساح المجال للجهود الدبلوماسية الدولية والأممية لسيما بعد إطلاق المبادرة السعودية كفف التحالف من عملياته في الأوينة الأخيرة بضربات موجعة لميليشيا الحوثي لشل وإضعاف قدراتهم لسيما في ظل استمرارهم بإطلاق المسيارات على الأهداف المدنية داخل اليمن وعلى الأراضي السعودية حيث أظهر تقرير صادر عن مركز الدراسات الاستراتيجية الدولية في واشنطن تضاعف هجمات الميليشيات ضد السعودية هذا العام مقارنة بالعام الماضي وذكر التقرير أنه خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام بلغ متوسط هجمات الحوثيين على السعودية 78 هجمة شهريا أو 200 وهجمتين في المجمل طبعا ويواصل تحالف دعم الشرعية الاستجابة الفورية عبر تحييد مصادر التهديد وتنفيذ ضربات دقيقة لأهداف عسكرية مشروعة في العاصمة صنعاء برا وجوا وبحرا في مأرب التي شهدت 36 ضربة خلال 24 ساعة قتل خلالها 310 عناصر من الحوثيين الذين كانوا يهاجمون المحافظة وفي جنوب البحر الأحمر أحبطت قوات التحالف هجوما حوثيا وشيكا بزورق مفخخ انطلق من الحوديدة ليصل إجمالي الزوارق الحوثية المفخخة التي دمرها التحالف إلى 99 زورقان وفي صنعاء كشف التحالف عن استخدام الحوثيين ملعب الثورة الرياضي لأغراض العسكرية حيث أمهلهم التحالف ست ساعات لإخراج الأسلحة وإعادته لحالته الطبيعية كما استهدفت قوات التحالف معسكر الأمن المركزي ودمرت سبعة مخازن للطائرات المسيرة والأسلحة بالمعسكر وشدد التحالف على أن العملية بصنعاء هي استجابة فورية بعد تدمير مسيرة أطلقت نحو جازان وبحسب المحللين فإن استراتيجية التحالف عبر ضرب مراكز ثقة الميليشيات الحوثي في العمق يفقدها القدرة على التحكم في إدارة المعركة من جانبها أكدت الشرعية أن ضربات التحالف على مواقع استراتيجية للحوثيين دليل على اختراق البنية الحوثية وإعادة ترتيب الملف العسكري ويبدو أن التحالف ماض في شل قدرات الحوثي وإجبارها على الانصياع لمساعي السنان موسيقى اشتركوا في القناة دكتور علي مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم معنا على شاشة الحدث إلى أي مدى هذه الاستراتيجية الجديدة من قبل قوات الشرعية والتحالف في استهداف مراكز الثقل العسكري للحوثيين تفقدهم السيطرة على المعارك شيئاً فشيئاً أهلاً وسهلاً دكتور حقيقة أن هذه الهجمات تمثل تعزيزاً للسيطرة الديناميكية للقوات الحكومية ولطيران التحالف لما من شأنه إضعاف قدرات الحوثيين وعدم تمكنهم خلال فترات قادمة من تحقيق جزء كبير في جسر الفجوة الناشئة في قدراتهم القتالية المادية والبشرية وهذا التركيز الديناميكي في مواجهة الحوثيين على الجبهات الأمامية وفي الخطوط الخلفية لقواتهم أو مناطق التحشد وتخزين آلياتهم ومعداتهم ومناطق أو مراكز القيادة والسيطرة كل ذلك يسهم في إضعافهم وتمكين القوات المناوئة لهم وهي القوات الحكومية المعترف بها دول ينبئ أن تحقق مكاسب على الأرض في مختلف الجبهات وهذا ما لوحظه فعلاً خلال الشهر المنصرم وإن كان الأمر لا يزال هناك طموح أكبر لتحقيق مزيد من المكاسب ومن ذلك استغلال هذه الهاجمات لتحقيق تقدم على الأرض في محافظات مأرب وشبوة وتعز والهديدة ذكرت أنه دكتور لا يمكنه خلال الفترة المقبلة سد هذه الفجوات نحن نتحدث عن الحوثيين الفجوات الكبيرة التي أحدثتها قوات الشرعية بسبب هذه الضربات التكتيكية الدقيقة ماذا عن الدعم الإيراني للحوثيين؟ هل يمكن بتره أو إيقافه أو تكليله خلال الفترة المقبلة من قبل قوات الشرعية لإضعاف الحوثيين أكثر؟ بطبيعة الحال هذه الفجوات قد تتسع أكثر في حال بذل جهد أكثر ومضاعف في المجال البحري على نوع ما قامت به البحرية الأمريكية في بحر العرب من تشديد المراقبة للمراكب أو السفن التي تقوم بتهريب الأسلحة كما حصل بالأمس وهي أسلحة تحمل مؤشر على أنها تستخدم في المعارك البرية وهي أسلحة خفيفة وأيضا الصواريخ الباليستية أو التكتيكية أيضا هذه المسألة أيضا تفرض على الدول بشكل عام تطبيق القرار 22-16 في الحصار البحري وتشديد وصول الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين وهذا بطبيعة الحال كما أسلفنا سيزيد من فجوة حاجتهم للأسلحة الخارجية الأمريكية دكتور علي ذكرت أن تهريب الأسلحة عبر البحر من قبل إيران إلى الحوثيين يطيل من أمد المعركة ألا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية أن تمنع هذا التهريب خاصة وأنها قامت قبل فترة بعملية ضبط لأسلحة إيرانية كانت باتجاه الحوثيين دون شك يمكنها القيام بذلك وهي قوات متعددة كثيرة في المنطقة منها البحرية الأمريكية على وجه خاص التي تعمل بصفة مستقلة في المحيط الهندي أو شمال غربي المحيط الهندي وهناك القوات الدولية قوة الواجب الدولية 150 و153 وأيضا 151 وهذه تختص بالتهريب وعملية الجريمة المنظمة بكافة أشكالها لكن نحن نركز هنا على الدور الإقليمي للدول وعلى أيضا دور الدول المنخرطة في اتفاقيات أو مدونة جدة لعام 2017 المعنية بحماية الأمن البحري في منطقة غربية المحيط الهندي وخليج عدن والبحر الأحمر كل هذه التدابير يمكنها أن تحد ولا أقول أنها تمنع منعا كاملا تسرب هذه الأسلحة لأن الحوثيين يستخدمون العشرات من الطرق والوسائل لبلوغ هذه الأسلحة إليهم ليس من مصادر رسمية عبر إيران ولكن من تجارة الأسلحة وتهريبها من القرن الإفريقي أو من عصابات الجريمة المنظمة العابرة للحدود الدولية من خلال البحار إذن الآن دكتور علي الاستراتيجية الأكثر أهمية هي استهداف مخازن الذخيرة والعتاد تعد ضمن الخطط الحالية أكثر أهمية من استهداف أعداد الحوثيين وقتلهم أتصور أن كل عمل من شأنه تحطيم هذه القوات والتقليل من تسرب الأسلحة إليهم كل هذا يتآذر فيما بينه البين لتشكيل حاجة ماسة للجماعة لأن تحصل على السلاح فلا تحصل عليه ومن ثم يحملها على الإذعان لمطالب السلام والمبادرات التي تبديها السعودية أو حتى الأمم المتحدة حتى أنهم لم يسمحوا لمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن بالدخول إلى صنعاء وهذا دليل واضح على أنهم لن ينصعوا لأي عملية السلام وأن الخيار الأنجع لمواجهتهم يبدأ بفرض السلام عبر وسائل القوة المباشرة باستهداف قواتهم المتحركة أو الثابتة أو مناطق التحشد أو مناطق الإعداد والتصنيع التي تشكل تهديدا كبيرا وإطالة للحرب ولأدواتها المختلفة شكرا جزيلا على هذه المشاركة وكل هذه المعلومات والإضاحات من القاهرة حدثنا الدكتور علي الذهب المحلل العسكري اليمني وفق الطهران مؤخرا على مبادلة ديون سريلانكا عبر سدادها بصادرات الشاي وفق تقرير نشرته مجلة فوربس ووقع الطهران مذكرة تفاهم لمقايضة الديون بالشاي مع سريلانكا مؤخرا حيث تدين شركة سيلان بتروليوم لطهران بنحو 251 مليون دولار فيما ستدفع وزارة المالية السريلانكية نحو 5 ملايين دولار شهريا لمصدري الشاي تقرير فوربس أشار أيضا إلى أن إيران تعيد إحياء صفقات المقايضة لمحاولة الالتفاف على العقوبات الدولية كشفت وسائل علامة عبرية عن أن الولايات المتحدة وضعت خطة لفرض عقوبات على إيران إذا فشلت المحادثات في فيينا وهذه الخطة نقلها مستشار الأمن القومي الأمريكي للقيادة الإسرائيلية خلال الأيام الماضية وأضفت المعلومات أنه في حال فشل المحادثات في فيينا فمن المتوقع أن تنضم القوى العظمى المشاركة إلى خطة العقوبات التي سيتم فرضها على إيران وكشفت أن الخطة البديلة تشمل تجديد العقوبات على الاقتصاد الإيراني بما في ذلك الصادرات والواردات النفطية كما ستتضمن إدانة إيران في مجلس الأمن الدولي وفرض عقوبات شخصية على كبار أعضاء القيادة الإيرانية إضافة إلى سلسلة أخرى لم يكشف عنها بعد صادقت اللجنة المالية في الكنسة الإسرائيلي على ميزانية دفاع إضافية يبلغ مجموعها نحو ثلاثة مليارات دولار وذلك في إطار بنود سرية تهدف للاستعداد لعمل عسكري ضد إيران وفق صحيفة إسرائيل هيوم وقالت الصحيفة إن الخطوة تأتي وسط تقارير تفيد بأن إسرائيل تعد خطة طوارئ للعمل عسكريا ضد إيران في حال فشل الجهود الدبلوماسية في تقليص برنامجها النووي وشارت الصحيفة إلى أنه تقرر تحول الميزانية لوزارة الدفاع الإسرائيلي في إطار تحويلة سرية على أن تناقشها اللجنة المشتركة لميزانية الأمن ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي قوله إن هذه الإضافة تقررت خلال الأسابيع الأخيرة لذلك لم تشمل في الميزانية العامة ونشرتنا مستمرة مشاهدين وفيها بعد الفاصل الإمارات تحبط تهريب مليون قرص كابتاجون في شحنات ليمون تحمل علامة صنع في لبنان اليوم يتخرر المشهد منذ أكثر من عام وميليشيا الحوثي تحاصر مدينة مأرب أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن أنه نفذ 42 استهدافاً لميليشيا الحوثي وآلياتها في صراح والبيضاء خلال 24 ساعة يعني هل هناك سلسلة جديدة من الاختيالات بشكل مختلف الآن؟ كم قائد تابع لميليشيا حزب الله اللبنانية موجودة الآن في اليمن؟ التصاعد الأصوات في واشنطن المطالبة بإعادة تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية هل علمت طبيعة هذه الاخذات؟ ما الذي أوصل اليمني إلى هذه الحادث؟ دور الأممي هو دور يعني محل تساؤل أين هم مما يحدث عندما يأتي الشداسة لكل مستعب للغاية؟ يعني بنا من المزوحي لا عد شي لنا أطابع في هذا المكبير وسط إجراءات أمنية وإغلاق جسور في العاصمة السودانية من المقرر أن تنطلق هذه التظاهرات في هذا التوقيت تحديداً الحساب أصبح ثقيل بالنسبة للأجهزة الأمنية المحصلة قد تصل إلى ثلاثين مجتمعاً من صلى عبدالله حمدوك إلى القصر الجمهوري وهذه الأخبار العاجلة هناك انتظار من قبل بعض الشرصيات القومية خلوة واحد قصباني منعي مصلحة الوضع اليوم عودت دكتور عبدالله حمدوك في إطار إعلان سياسي كيف سيتعامل مع الشارع؟ بل من سيقود الشارع حتى؟ هل من دعوات لمزيد من التظاهرات بالأيام القادمة أيضاً احتجاجاً على هذا الموضوع؟ هذه الوثيقة لا بالسوريين الذي تم في القطور اليوم يفتح الباب واسعاً أمام اندماج المجتمع السوداني هناك قبول من بعض المكونات السياسية وهناك رفض من قوى سياسية أخرى لعودة حمدوك به هذه الطريقة أهلاً بكم من جديد نشرت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية تقريراً أكد أن حماس تعمل على بناء قوة عسكرية في لبنان مشيراً إلى أن الحركة تمتلك مشروعاً سرياً لصنع صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي موضحاً أن حماس ومنذ عام 2018 بدأت بخطة عمل في لبنان تهدف إلى بناء كتائب مسلحة من مئات العناصر وتشكيل قوة النخبة الهجومية لافتاً إلى أن هذه القوة مسؤولة عن تنفيذ عشرات الهجمات ضد إسرائيل ونوه التقرير إلى أن انفجار مستودع حماس بمخيم البرج الشمالي في العشر من الشهر الجاري يمثل رسالة تذكير بتزايد الوجود المسلح المنظم للحركة داخل الأراضي اللبنانية حماس توسع نطاق عملها من غزة إلى لبنان بدعم من حزب الله التعمل على بناء قوة عسكرية في البلاد بحسب تقرير نشرته صحيفة إسرائيل هيوم العبرية مشيرة إلى أن الحركة تمتلك مشروعاً سرياً لصنع صواريخ دقيقة موجهة بنظام تحديد المواقع العالمي الصواريخ التي تعمل على إنتاجها حماس يصل مداها إلى عشرين كيلو متراً في المرحلة الأولى كما أن الهدف من ذلك هو أن تتمكن الحركة من إطلاق مئتي صاروخ على إسرائيل من لبنان في جولتين من القتال أو مئة صاروخ في كل طلقاء وأشرت تقرير إلى أن هناك خططاً لدى حماس لإنشاء قذائف هوا من عيار مئة واثنين وعشرين مليم يتم إطلاقها تلقائياً بواسطة جهاز توقيت خاصةً وأنها ترى في لبنان جبهةً جديدة يمكن تفعيلها ضد إسرائيل في أي مواجهة مقبلة إلى جانب قطاع غزة ونوه التقرير إلى أن انفجار مستودع حماس بمخيم البرج الشمالي جنوب لبنان يمثل رسالة تذكير بتزايد الوجود المسلح المنظم للحركة داخل الأراضي اللبنانية ويشير إلى دور إيران في مساعدتها على النمو الصحيفة العبرية نقلت عن التقرير أن قادة برنامج حماس معظمهم متواجدون في تركيا إلا أنهم ولأسباب أمنية اضطروا للانتقال إلى لبنان مشدداً على ضرورة تبني إسرائيل وجهة نظر واحدة بأن حماس منظمة تعمل من غزة ولبنان وهكذا تتجاهل حتى أن لبنان في وضع الدولة المفلسة والمنهارة التي تعاني من فوضى السلاح سلاح ميليشيات حزب الله في الدرجة الأولى ومشاهدين للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا من بيروت البحث في الشأن الأمني والسياسي العميد خالد حماد عميد خالد مساء الخير أهلاً وسهلاً بكم معنا على شاشة الحدث هل أصبحت لبنان أرضاً مستباحة للجماعات المسلحة داخلياً وخارجياً ومن المسؤول عن ذلك؟ مساء الخير أهلاً وسهلاً يعني أولاً لبنان مستباح بسلاح حزب الله وأي سلاح آخر لن يكون بمستوى التسليح والتجيش المذهبي الذي يقوم بي حزب الله في لبنان إذن حركة حماس الموجودة في لبنان وستنتكلم عن ذلك هي طبعاً الطفل المدلل لإيران وبالتالي الطفل المدلل لحزب الله وكل وجود لحركة حماس في المخيمات اللبنانية لسيما في المخيمات الواقع في جنوب لبنان نتكلم عن عين الحلوي ومخيمات منطقة سوريا يعني البرج الشمالي كذلك منها الذي كان موقع انفجار منذ ربما أسبوعين هي طبعاً كل الأنشطة لحماس تتم بتحت أن أعين حزب الله وبتشجيع منه لأنه أولاً مخيمة البرج الشمالي حيث وقع الانفجار يقع في مقعة عمل القوات الدولية المشبولة بالقرارة 1701 وبالتالي قتبنا ذلك في الصحافة ماذا سيقول لبنان للأمين العام للأمم المتحدة عندما يسألوا عن هذا الانفجار وإذا كنا اعتبرنا أن وجود حزب الله بمقولة الرواية اللبنانية أن هناك أهالي لديهم سلاح خوفاً من الاعتداءات الإسرائيلية فماذا سنقول عن سلاح فلسطيني موجود داخل المخيمات وعن متفجرات داخل تلك المخيمات في الوقت الذي قال رئيس السلطة الفلسطينية من بيروت أكثر من مرة أن أمن المخيمات هو على عاتق القوى اللبنانية والدولة اللبنانية تفعل به ما تشاء وتطبق عليه القانون الذي تشاء إذن نحن نتكلم عن حركة حماس التي تظاهر الآن أنشطاتها بإذن من حزب الله وبتشجيع منه وأي طبعاً حماس تملي وظيفة إيرانية في المنطقة وهنا لابد من التذكير أنه في الأدوان الأخيرة على غزة كان هناك وعد من أمين عام حزب الله أن حزب الله سيدخل المعركة طبعاً هو لم يدخلها إذا امتدت الحرب طبعاً امتدت الحرب ولم يفي الأمين العام بوعده وتبين أن ذلك كلام فقط يعني كلام معنوي لا قيمة إجرائية له الآن طبعاً في ظل هذه الأزمة والضائقة التي تعيشها إيران من الناحية الأمنية والديبلوماسية وتعثر فيينا ربما هذه مناورة أعتقد أنها محكومة بالسقوط ومحكومة بالغباء أولاً ماذا سيفعل 200 صاروخ لحركة حماس في الجنوب اللبناني مقارنة مع 100 ألف صاروخ أعلاً على الأمين العام وتتمتع بمدايات مختلفة يعني تصل إلى العمق الإسرائيلي وربما إلى جنوب فلسطين المحتلة وبالتالي ماذا ستفعل 200 صاروخ بقدرة لمسافة 20 كيلومتر هذا لا شيء يعني هذا لا شيء أنا أعتقد أن هناك تلويح أنه إذا كان هناك تضييق على إيران وهناك عمل عسكري ما فيمكن يعني أن تدخل الحرب حماس من لبنان وهذه نوع من الحرب بالوكالة تخوضها طهران ويخوضها حزب الله عن طريق فريق مسلح اسمه حماس ندرك جميعاً أنه لا يملل قدرات عسكرية ربما تصل إلى 5% أو 10% من قدرات حزب الله عميد خالد من يمكن أن يوقف هذه الحرب وهذا التمدد أو التمادي لأن تكون لبنان جبهة جديدة للحرب ضد إسرائيل طبعاً نحن نتحدث عن حزب الله وحماس وإيران أيضاً إذا تجاوزنا التهديد الشكلي الذي أعتقد أنه لا قيمة له سوى قيمة أعلمية فقط لكتابة التقارير وللقاول أنه طهران مقابل خساراتها في اليمن ومقابل الوضع المأزوم في غزة تريد أن تفتع جبهة جديدة هذا لا يوقفه إلا دولة حقيقية في لبنان تختلف عن دولة ميشيل عون التي يحكمها حزب الله ودولة تقيم وزناً لسيادتها ودولة جاهزة لتطبيق القرارات الدولية ودولة تريد فعلاً أن يكون لبنان خارج إطار الاستفافات الإقليمية وهذا للأسف غير متوفر حتى الآن المؤسسات الدستورية في لبنان ومؤسسات القرار واقعة كلها تحت سطوة الأكثرية النيابية لحزب الله وتحت سطوة الرئيس الجمهورية لا يبالي بمصير هذه الجمهورية سوى ببعض الصفقات السياسية إصال صهره إلى الرئاسة وضمان وضعه في الانتخابات وإلى آخره وطبعاً حزب الله يجيد اللعب على هذه التناقضات ويأسر لبنان يحتل لبنان ويتحكم بقراره نتيجة قدرته على التلاعب طبعاً بالأقطاب السياسة الداخلية في لبنان لبنان منصة يعني للرسائل كان منصة كذلك لحرب إيران في الداخل السوري وهو مستمر كذلك إلى أن يأخذ المجتمع الدولي قراراً فعلاً بدعم المجتمع اللبناني بطريقة حقيقية وبطريقة صحيحة وليس عبر مؤسسات الدولة الفاشلة التي لا توصل لبنان إلى أي مكان شكراً جزيلاً على هذه المشاركة من بيروت حدثنا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة قال رئيس حزب الكتائب اللبنانية سامي لجميل إن لبنان رهينة حزب الله الذي يأخذ أوامرهم من إيران وطالب لجميل بتقديم المساعدة من أجل تحرير لبنان من الهيمنة الإيرانية عليه هناك خاطف للدولة اللبنانية اسمها حزب الله يلي اليوم يأخذ علناً وبيعترافه إلو أوامره من إيران وبالتالي نحن كاللبنانيين نعتبر أنفسنا اليوم رهينة عند إيران وبالتالي نحن اليوم إذا بدنا نحرر أنفسنا نحن بحاجة لمساعدة ما عم نطلب من حدا يساعدنا إلنا عم نطلب من المجتمع الدولي يحمي الاستحاء الديمقراطي اللي اسمه الانتخابات عبر مش بس مراقبة بل إشراف على الانتخابات النيابية أعلنت شرطة دبي توقيف أربعة مقيمين من جنسية عربية حاولوا تهريب أكثر من مليون قرص من مخدر الكابتاجون أخفوها في شحنة ليمون وقالت شرطة دبي إن القيمة السوقية للشحنة بلغت ثمانية وخمسين مليون درهم وقالت السلطات في بيان إنها ألقت القبض على المتهمين الأربعة المقيمين في الدولة وجميعهم من جنسية عربية واحدة لم تذكرها ونشرت شرطة الإمارة فيديو يظهر أكياسا تحوي المخدرات مخفية في حبات ليمون بلاستيكية مخلوطة بفاكهة ليمون حقيقي وتابع البيان أن شحنة قادمة من دولة عربية لم تسمها لكن تظهر صور العملية المنشورة عبارة صنعة في لبنان على الصندق المحجوزة بحسب الوكالة الفرنسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر للسنة الثانية على التوالي يخيم الحزن على انطلاقة احتفالات أعياد الميلاد في مدينة بيت لحم الفلسطينية احتفالات وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا حيث منع الحضر الذي تفرضه اسرائيل على معظم الرحلات الجوية القادمة وصول الزائرين الأجانب للضفة الغربية لتقتصر الأعياد على الأهالي الذين يتجهون إلى ساحة المهد بالمدينة للمشاركة باستعراض حاشد يستمر حتى قداس عيد الميلاد منتصف الليل ومن ساحة كنيسة المهد في بيت لحم ينضم إلينا مراسمة الحدث خالد القاسم خالد أهلا بك معنا إذن وسط هذه الأجواء الاحترازية ومشهد الحزن الذي ذكرناه قبل قليل كيف تصف لنا الشوارع في بيت لحم صورة الشوارع في بيت لحم يعني روناك كل عام وأنت بألخ خير وأنت بخير الحدث الاحتفالات هذا العام دعينا لا نقول حزينة ولكنها بدت خجولة هذا اليوم مقارنة بالعوام السابقة كما ذكرت في بداية الحدث غابة عن هذه الاحتفالات السياح والحجاج الأجانب بسبب حظر الطيران من قبل إسرائيل على معظم الدول الأجنبية وحظر دخولها إلى الأراضي الفلسطينية كما تشاهدين في مثل هذه الساعات عادة قبل عوام كانت الساحة تكتض بالحجاج والسياح سواء من فلسطينيين أو أجانب بعض الأجانب نشاهدهم هنا وهم على الأغلب من العاملين في الكنسليات أو الممثليات أو البعثات الدولية سواء في القدس أو في الأراضي الفلسطينية لكن غاب مشهد الأفواج التي اعتدنا عليها عواما من الحجاج المسيحيين من كل أرجاء العالم من الهند من الصين من اليابان من الولايات المتحدة من روسيا من بعض الدول العربية حتى أن مسيحيي غزة هذا العام إسرائيل لم تمنح تصاريح سوى لحوالي 400 مسيحي للقدوم إلى بيت لحم للاحتفال بعياد الميلاد طيب تأثير عدم قدوم الزائرين على اقتصاد الفلسطينيين في بيت لحم كيف يؤثر عليهم خالد؟ كما تعلمين بيت لحم تحديدا تعتمد اقتصاديا وحاصة الاقتصاد السياحي في المدينة يعتمد على هذه الأيام منذ بداية شهر 12 حتى نهايته لكن الأسواق خالية تقريبا بعض المحال حتى بدت مغلقة هذا الصباح لأنه لم تكن هناك بوادر لحركة سياحية وحركة اقتصادية خلال الأيام الماضية أو خلال انطلاق فعاليات الاحتفالات بعياد الميلاد في الرابع من هذا الشهر أن الفنادق يمكنك إيجاد غرفة في فندق في أي لحظة كنا في السنوات السابقة علينا أن نحجز غرفة فندق قبل أسبوعين أو ثلاثة من فنادق بيت لحم بسبب انعدام السياح وانعدام الحجاج الأجانب كما ذكرت لك الاحتفالات جدا خجولة خالد مع هذه الاحتفالات الخجولة وفي أقل من دقيقة من الوقت هل الإجراءات الوقائية الاحترازية مشددة في بيت لحم؟ كما نشاهد هناك الكثير من الناس لا يرتدون الكمامة يعني ما نشاهدهم هم أعداد قليلة من الناس الملتزمين بلبس الكمامة أو بالإجراءات الوقائية رغم تحذيرات السلطة الفلسطينية سواء من قبل أجهزة الأمن أو وزارة الصحة بالتزام قواعد التباعد والتزام قواعد الوقاية لكن الناس ربما تبحث عن الفرح حتى رغم تهديد فيروس كورونا أو متحور أوميكرون على الزوار والحجاج يحاولون البحث عن الفرح في هذا اليوم تقريبا لا التزام بالإجراءات الوقاية الصحية لا نجد سواء من قبل رجال الأمن أو من قبل الأجانب أو من قبل الفلسطينيين المتواجدين في المنطقة بالكاد نشاهد أحدا يضع كمامة على وجه نعم نتمنى لكم الفرح والسلامة حدثنا من ساحة كنيسة المهد في بيت لحم مراسل الحدث خالد القاسم شكرا جزيلا وفي ختام النشر مشاهدين هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها صمت يخيم على شوارع ليبيا في يوم الانتخابات الرئاسية المفترض والأمم المتحدة تشدد على الخيار الديمقراطي لإنهاء الانتقال السياسي قوات الجيش اليمني والمقاومة تكسر هجوما حثيا جنوبي مأرب ومقاتلات التحالف تستهدف مواقع وتعزيزات الميليشيات وسائل علام إسرائيلية تكشف أن حركة حماس تمتلك مشروعا سريا لصنع صواريخ دقيقة في لبنان شكرا للمتابعة ومشاهدين وإلى اللقاء اشتركوا في القناة